اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي وزارة الداخلية الحالية قبل ايام قليلة اصدرت بيانا تحدثت فيه وقالت انه خلال اسبوع واحد سجلنا 72 شائعة متنوعة خلال اسبوع يعني خلال سبعة ايام سجلت هاي وزارة الداخلية بدورت هاي اجهزة متخصصة يعني تسجل او تقوم بمتابعات او تسجيل الشائعات التي تصدر في المجتمع سجلت 72 شائعة ودعت الوزارة في بيان الهي لا توخي الدقة ومعرفة الاخبار والمصادف الرسمية ابتعاد عن الشائعات المغرضة عدم الانجرار وراء الصفحات التي تروج لاخبار غير صحيحة بعيدة عن الواقع كل كلام صحيح لكن من يصدر هكذا بيان عليها ان يعرف ويكون متأكد وعند اجوبة او جواب محدد ودقيق وواقعي ومنطقي وحلمي عن سؤال كبير يقول هي لماذا تخرج الشائعات وفي اي بي او مناخ يعني لماذا تظهر الاشاعات تظهر الاشاعات مثل ما يقول مختصون المختصين في بالاعلام بالعلوم الاجتماعية بالسياسية بكل العلوم يقولون تخرج هذه الاشاعات واحد من الاعدام المعلومات الصحيحة والدقيقة عندما لا يوجد مصدر للمعلومات الصحيحة والدقيقة تثق بين الناس المصدر قال تثق بين الناس ما المصيبة ان الشعب في العراق لا يثقون بالحكومة ومصادرها لا يثقون بكل اجهزة اعلامها لا يثقون بكل مصادرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكلها المصادر لانه كلها كذبوا وجربوها في الواقع 20 سنة توعد وتكذب كلهم يكذبون فلذلك الثقة بهم يعني شعب العراق شعب ذكي وشعب لماح وشعب لديه قدرة على التفكير والتحليل والرؤية الصحيحة يعني يفوق فيها كل شعوب الدنيا وهذا مرة اخرى اقول ليس انحيازا بلا معنى لشعب معين لكن ذول اهلنا ونحن نعرفهم وهذا شعبنا العراقي نعرف وهذا واقع الحال لذلك عندما يصنفون الشعوب تصنيف حقيقي ودقيق يضعون العراقيين فيها على قوائم تصنيف بالذكاء بالقدرة على الذكاء والقراءة والرؤية حتى الام بيهم حتى الممتعلم الفلاح البعيد الصياد اللي بالهور معرفين يعرف كيف يقرأ الأمور ويعرف ماذا تحدى قدامه وماذا أمامه هذا واقع الحال فبالتالي هم لا يثقون بكل المصادر التي موجودة لذلك تدخر الشائعات هاي النقطة أحد الثانية نذرة الأخبار للشعب التي تعلق بما يدور حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته الآتي والمستقبلية الآنية والمستقبلية ماكو أخبار حقيقية ماكو أخبار يعني ماكو واحد يطلع لهم يقول لهم واقع الحال شنو حقيقته شنو أسود أظلم أخضر أحمر رمادي ماذا لهم مكا بس يقول لهم الواقع ما يكذب عليهم ماكو أشغل بذلك تظهر الشائعات النقطة الثلاثة تنتشر الشائعات في المجتمعات غير المتعلمة أو غير الواعية عندما تجهلون المجتمع عندما تكون أعداد ما لا يقرؤون ولا يكتبون الأميين في العراق عشر ملايين أمي بعد أن كان العراق خاليا من الأمية هذا واقع الحال فالذي غير أمي يقبل الشائعة نعم هو يفكر مثل ما قلنا أنا أنا قلت إن الشعب العراقي ذكي فكر ويه لكن يقبل الشائعة يقبل كل حديث لأنه ماكو مصدر حقيقية ثقبي وهو أمي ورؤيته على قده فبالتالي يتقبل الشائعة ويكون مصدر للشائعات والقصة يضيفلها قصص أخرى يضيفلها مفردات أخرى ومن شخص إلى شخص بعد مئة شخص من تطلع من شخص وبعد مئة شخص تلقاها غير قصة تلقاها قصة كبيرة وعندما ترجع لأصلها تشوف القضية يعني ربما صغيرة جدا جدا لكن كبرت وهكذا وعندما يكون المواطن يشاهد أجهزة السلطة هي من تخترع الشائعات ضد الناس هو بالتأكيد يقلدهم وسأقول لكم كيف عندما تخرج أجهزة السلطة وأعطي مثالا واقعين وكنا عشنا ثورة تشرين 2017 2019 خرجوا ذول الشباب الحلوين العراقين الصغار وقتلوا ألف من عدهم وجرحوا ثلاثين ألف شتهموهم مش طلعوا عليهم شائعات ذول بعثية قالوا يا بصغار قالوا طيب ذول أمهاتهم رفيقات قالوا يا بش يا رفيقات يا أمهاتهم ناس ناس فقرة وناس بوسطة وناس من بيئة بسيطة ما لهم علاقة بها القضية قالوا زين ذولة أبناء السفارات هذه هي الإشاعات قالوا تناولوا المخدرات والمسكرات والمعرف منه ويقتلون ويذبحون طريقة ويكسرون ويبوقون ويسرقون كلها شائعات والناس تعرف أن هذه شائعات غير حقيقية الآن ما هي الشائعة هذا السيف اللي تستخدموها ذو حد الآن الشعب يستخدموا ضدكم أيضا نثير عليكم شائعات والبيئة تساعد بيئة غير طبيعية بيئة غير نظيفة بيئة غير صادقة بيئة بيئة فوضى تساعد على خروج الإشاعات الشائعات تضحف بالوعي المجتمعي بالتنمية المستدامة بالثقافة التنمية الثقافية التنمية الاقتصادية التنمية السياسية التنمية الاجتماعية التنمية الخدمية هذه كل والعدالة على خط متوازن للجميع هذه كلها تضحف الشائعات والسقط الشائعات لكن عندما تنمو الشائعات تنمو في هكذا مجتمعات مجتمعات فيها فوضى وأنتم خلقتم الفوض فلذلك لا تسجل رزاعة الداخلية تسجل 72 و 72 720 إشاعة بالشهر بالأسبوع وضربوها في الأشهر وضربوها بالسنوات في كل يوم تطلع ألف إشاعة لأن الوضع الحالي البيئة والمناخ اللي موجود بالعراق يساعد على وجود هذه الإشاعات هذا وقع الحال فبالتالي تدت طلعونا أنتم علميين وأنتم حريصين على أن لا تكون المجتمعات الحريصة لماذا في أوروبا لا يوجد أي شاعات يجيبونا أي بلد أوروبا يجيبونا بفنلندا بلجيكا ما عرف وين وبأي بلد ما تقولوا أننا نحن ديمقراطيين وذولهم ديمقراطيين وشقد تجربتهم من سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية كل هذه البلدان مدمرة مخربة لكن الآن من أرقى البلدان بالعالم قدرت تصنع مجتمعاتها بثقة وباحترام بأقل من هذه المدة اللي حكمتوا بها بالعراق بأقل من 21 سنة قدروا انهضهم بمجتمعاتهم صناعة وزراعة والمواطن يحترمهم ويثق بيهم ولا يتكلمون كلاما يعني به كذب والدعاءات لذلك ماكوش عاة ما تقوله الحكومة ما تقوله الأجهزة ما تقوله المؤسسات الحكومية هو هو القول الفصل ولا قول غيره عدالة عدالة طريق هذا مفتوح مفتوح هذا الطريق مغلق مغلق أنتم يعني أغلقتون طرق على الناس وغيعتم حتى كلها ممنوعات وغيعتم حتى الممنوع المركزي خليتوا الناس ما تعرف من الممنوع المركزي تحدثوا لي عن لزمن جاسوس بالعراق هو العراق مفتوح سداح مداح أي جاسوس ولمن يتجسس هذه العراق ما تتجسس عليكم أمريكا ما تتجسس عليكم أنتم ما تتجسسون عن العراقيين فبالتالي جملة من الفوضى فوضى هذه خلت هذه الإشاعات فلذلك الحديث عن إشاعات وهلقد إشاعات ويجب أن تعرفون الأخبار المصادر وين هي المصادر الحقيقية ومن يقول هذا المصدر يتكلم صحيح من يقول ما أنتم حتى درجات الحرارة الآن الناس من تسمعها من عندكم تقول شذب ما إذا وصلتوا الناس إلى هذا المستوى فبالتالي يعني هذا النفخ في قربة مزروفة مو مزروفة زرف واحد ألف زرف ويجب أن تحدثون وعن ماذا تحدثون تحدثون هذا الحديث تحدثوا في دول يتفاجأون عندما تكون 2 إشاعتين مو 72 إشاعة إشاعتين بالسنة يتفاجأون مو 72 ألف إشاعة باليوم مجتمع يساعد على هذا فبالتالي هذه الخربطة والفوضى أنتم المسؤولين عنها وأنتم المسؤولين عن نمو الإشاعات وظهور الإشاعات لأن المناخر طبيعي وشاث وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة